ومحطوط على نفس الورقة هذي رصاصة رشاش إلا هي رسالة تهديد من أكبر مهرب موجود في المنطقة لو ما تترك ملاحقتي هذي وتصيدك لي بشكل كبير والله لخليك تفقد أمك و أبوك سلام عليكم سهل الخير يا جمعة الخير كيف حالكم طيبين إن شاء الله يا أخي أقسم بالله العظيم شكرا والله أتكلم من كل قلبي شكرا شكرا بما تعنيه الكلمة شكرا على الكلام الإيجابي اللي قاعدين تكتبونا كلام إيجابي تحفيزي لأبعد درجة الله يسعدكم يا رب سعادة الدارين ويسخر لكم يا رب ملايكتهم في السماء وجنودهم فلار والله ما أدري كيف أشكركم ولكن شكرا لكم وإذا شفت الكلام الإيجابي هذا والناس اللي قاعدة تضغط لايكات وتشترك والله العظيم أني أتحمس أني أسجل زيادة وزيادة عندي الكراسة هنا دعني أوريكم إياها الكراسة هذه يا جماعة الخير معبّى أشياء كثيرة مرة وفي قصص مرة مرة كثيرة واللي تعبني دائما في القصص قرايتها وتخيل الموقف كامل فأحتاج أني أكون في عزلة تامة عشان أقدر أعيش الموقف هذا كلامكم الإيجابي اللي قاعدين تكتبونا واشتراكاتكم ولايكاتكم والله العظيم أنها تحفزني وتخلي السبع ساعات وثمان ساعات اللي أقعد فيها في التصوير أنها تستاهل والله يسعدكم يا رب سعادة الدارين أتوقع شكرا قبل ما نبدأ في قصة اليوم حبيبي عزيز المتابع لا تنسوا تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات اليوم عندنا قصة يا أخي ما أبغى أعودكم على الكلمة هذه ولكن وش يسوي كلما أقول أن هذه القصة قوية تجيني قصة أثقل وأكبر من لقبل ولو تشوفوا الكومنتات في ناس قاعدة تقول نفس الكلام اللي قاعدة أقوله قصة اليوم قصة أسطورية لأبعد درجة قصة عايدة يوم الأيام تشوفها في أحد الأفلام وخل نبدأ في قصة اليوم مثل ما أنتم عارفين القصص تعلمنا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل القصص عالم جميل في هذا الكون القصة يا جماعة الخير ترجع للشخص اسمه غيث خلني يفصل لكم عائلة غيث غيث يا جماعة الخير عائلته مكونه من أب وأم ولدين غيث صغير وعنده أخو أكبر منه اسمه علي يقول غيث يا جماعة الخير كنت أنا في ثالث ثنوي وفي آخر مراحل الدراسة مثل ما أنتم عارفين ثالث ثنوي حرفيا هي الفصل في أي حياة دراسية مختلفة أصلا عن تخرجكم الجامعة ممكن تفرح فيها أكثر من فرحك من تخرجكم الجامعة لأنها سلسلة امتدت حوالي 12 سنة وكانت فيها أشياء كثيرة خلني أبدأ أقول لكم القصة يا جماعة الخير يقول غيث كنت في الاختبارات النهية في ثالث ثنوي وأبوي كان مواعدنا أن نحنا نسافر بعد ما نخلص الاختبارات طبعا أخوي الكبير ما هم متوظف ولا شيء ولكن ما باقي إلا أنا أول ما أخلص اختباراتي وأنجح بإذن الله وحيخذنا أبي بسفرة خارج البلاد وكنا متحمسين ذا السفرة ومنتظرها أصلا من سنة كامل يقول والله تجي لحظة الاختبار مثل ما أنتم عارفين قبل الاختبار لازم نجتمع أنا وأخوياي المخصصين لنفس المادة نقعد نذاكر سواء ونتكلم سواء ونتعلم سواء يقول غيث أصلا أنا كان هدفي من زمان أني بعد ما أتخرج على طول ألت حق بكلية الهندسة من يوم ما كنت صغير وأنا أتمنى أني أصير مهندس علمهم يقول جئت الاختبارات النهائية وكلية الهندسة وكانوا طالبين معدل عالي مرة لازم أجيب فوق نسبة الثمانية وثمانين أو الثسعة وثمانين يقول في صورة أذاكر وأعد اختباراتي وأجلس أنا وأخوياي اللي نجتمع دائما عشان نذاكر سواء وكن دائما أسمع كلام أخوياي اللي يقول أنا إن شاء الله أني أدخل مكان فلاني واللي يقول إن شاء الله أني أنا أدخل مكان فلاني هذا المهم يا جماعة الخير جئت الاختبارات النهية وشديت حيلي والحمد لله خلصت آخر اختبار عندي بعد ما تخرجت من الاختبارات النهية يا جماعة الخير ننتظر وقت صدور الشهادة ويحتاج أسبوع أو أسبوع ونص وبعض الأحيان يحتاج أقل يقول صار أبوي ينتظر هذه الشهادة عشان إذا صرت أنا ناجح رح نسافر على طول ولكن إذا رسبت في أحد المواد رح نقعد لينا عيدها وبعد نسافر وجاء اليوم الموعود اللي تطلع فيه الشهادات كلمت أخوي علي الكبير وقلت لا أبغاك توصلني للثانوية عشان أسلم الشهادة حقتي قال لي علي أخوي ابشر بكرا إن شاء الله الصبح الساعة تسعة نطلع أنا وياك ونروح للثانوية حقتك وتاخد شهادة وكان في ذاك اليوم كان يوم الثلثاء يقول صدق نمت وصحيت بلا حصل علي أخوي ينتظرني يقول علاقتي مع علي أخوي علاقة قوية مرة لأن صدق فيه أخوان ولكن ما تكون علاقتهم قوية وفيه أخوان تكون علاقتهم مع أخوهم مرة مرة قوية يقول أنا من النوع هذا يقول لأن أبوي من زمان يحلمنا أن الأخو الأخوه مهما دار الزمن كنا نقعد مع بعض ونسولف مع بعض حتى بعض أخوياي هم نفسها أخويا يعني أنا أعرف أخويا وهو يعرف أخوياي إلمهم يا جماعة الخير والله يوديني أخوي علي الله يعطيه العافية المدرسة يقول وقف علي عند باب المدرسة ويطف في السيارة قال خلاص أنا انتظرك في السيارة قلت لعلي ترى راح يقعد نص ساعة جوه على ما يطبعون وعلى الزحمة والقروشة لجوه المدرسة قال أبد يا ابن الحلال غيث خذ راحك لا تشيلهم إذا خلصوا بتحصلني بره يقول غيث والله ودخلت المدرسة يقول وقابل مدرسين وقابل أساذة وقابل كل الناس الموجودين هناك من مدير المدرسة ومن الوكيل من أخوياي يقول المدرسة ذاك اليوم كانت زحمة يقول بعد مرور ممكن 30 دقيقة 35 دقيقة جت شهادتي ونادوا باسمي غيث الفلوان الفلان يحياك الله ويعطوني شهادتي وقالوا الحمد لله أنك تنجحت ومورك زينة يقول وأطلع فرحان مرة خلني وصوف لكم ممنى المدرسة كيف صاير يقول غيث تنزل كذا بعدها يجيك درج تلف يمين يجيك البوابة الكبيرة حق الخروج أخوي كان واقف جنب البوابة علي سار لأن إحنا جايين بدري يقول وأركض لأخوي مستانس نبغى نسافر وابوي موعدنا بسفرة أسطورية يقول وأول ما أطلع مع الباب الكبير وأناظر في السيارة حقت أخوي مفتوح الباب حقها وأخوي ما هو موجود في السيارة وحصل شرطي واقف عند السيارة وسيارة الشرطي واقفة جنب سيارة أخوي قلت يا ولتش السالفة قلت له هي لو سمحت قال لي نعم قلت له معليش الشخص اللي كان هنا وينه قال هذوق هذوق الشرطة قلت ليه ويصار لا يكون في شيء ولا يكون أخوي مضطاق ولا يكون أخوي في شيء تكفى قللي يقول أنا جاب بالي قلت بس أخوي مع العلم أنه له براعي مشاكل وشخص طيب مرة طيب طيب أطيب مني وأطيب واحد في البيت يقول ما هو موجود يقول خفت أنه متمشكل ولا أحد استفزة وطلع عن طورة قلت معليش تقدر تعلمني وش سالفته قال لي أنت وش تبغى قلت له يا أخي هذا أخوي قال أنت أخوه قلت له إيه قال لي تعال تعال وقرب عند العسكر قال كم رقم أبوك يقول قلت له يا أخي تكفى أعلمني أخوي في شيء بعدها أعطيك رقم أخوي ولكن ما أبغى أبوي يرتبك الآن ندق عليه وصبح أخاف أنه يرتبك وينزعج يعني شوي قال لا لعبت عدت رقم أبوك يقول يأخذ رقم أبوي ويتصل على أبوي السلام عليكم عليكم السلام أبو علي كيف حالك طيب معاك أحد أفراد الشرطة ولدك مسكوه ويحولوا القسم الشرطة أيب شو السالفة يا ولد تبغى تعرف السالفة تعال قسم الشرطة الآن يقول لا اسمع أبوي في السبيكهر قاعد يقول لا حاوله ولا قوة لا بالله لا حاوله ولا قوة لا بالله ويصاير قال إن شاء الله أنا خير بس تعالنا قسم الشرطة ونتفهم وقال فيه ولدك الصغير هنا موجود تبغى أعطيه سيارة يسوق بها ويجي البيت قال لي خلي يجيب السيارة البيت يقول غيف والله وركة بالسيارة وأنا مرتبك وما أدري وش صاير بالضبط وما أدري وش اللي حصل لأخوي يقولوا أشغل السيارة وأطلع من المدرسة يقول زين المدرسة أصلا قريبة لم بيتنا شوي يعني أبو عشر دقايق بالسيارة يقولوا أروح أوقف السيارة عند باب البيت يقولوا لأبوي طالعوا شوي ضايق يناظر فيني قال وش السالفة وش فيه علي قلت والله ما أدري يا أيب أني أنا أدخلت المدرسة وخدت شهادت يوم طلعت ما لقيتها وحصلت الشرطي وصرت أشرح للسيناريو كامل اللي صار معاي بالكامل قال لي زين زين اركب اركب معاي السيارة وفي نفس سيارة أخوي ركابت أنا على الباب وأبوي ساق سيارة أخوي ورحنا لقسم الشرطة وجينا بندخل وقفنا العسكري قالوا ش عندكم قال لها أبوي ولدي يمسكوه قبل شوي ودخلوه واتصوا عليه قال حذر فأبغى أشوف ولدي ش سالفته قال أنت ولدك علي جيت لقيه قال لي يالله يكون في عونك خلاص ادخل ادخل حياة كله يقول أول ما قال الكلمة لديه لأبوي أنا ارتبكت ربكة غير طبيعية في اليوم اللي مفروض أفرح فيه وأستاينس فيه ونستعد للسفر يصير الشي هذا كله قلوا أدخل مع أبوي وأبوي كان مستعجل وين مكتب المدير وين مكتب المدير قاله فوق ويرقع عند مكتب مدير الشرطة قال مرحبا كيف حالك أبو علي طيب قال لأبوي الحمد لله بخير يقولوا شوي الشرطي قال لي ما عليش تقدر تطلع برة بس أبوي على طول رد عليه وقال لا خل عاية قال لا الموضوع شوي كبير فأتمنى أن يطلع برة قلت للشرطي أنا لا ما عليش بقعد مع أبوي خلني قال بكيفك يقولوا يسكر الباب الشرطي ويقعدون شرطي على الكرسي الكبير وشرطي على الكنب قاعد جنبي يقول غيذ مدير الشرطة عرف أبوي قال لي أنت أخوك الفلاني الفلاني والله نعم قال جب جب سجلات الولد جب سجلات الولد علي يقول يجيب السجلات ويناظر القضية قال اسمع يا أبو علي أنا بسألك عدة سئلة واللي في يدي رح أسوي معاك وساعدك علي ولدك الفترة الأخيرة واش كان يسوي وين يروح وين ييجي واش وضعه يقول صار أبوي يشرح للشرطي ويقول لأ والله ولدي إنه يعني إنسان كويس وما يطلع ولا ييجي وطلعاته قليلة مرة ليه وش السالفة وش صاير يقولوا شوي الشرطي يقول السالفة لأبوي قال اسمع إنه لنا فترة قاعدين نطارد مجرم والمجرم هذا أجرم في البشرية كلها والمجرم هذا تاجر للممنوعات ومهرب كبير مرة قررنا أن نحن نلقي القب على كل شخص يتعامل معاه أو له صلة في هذا الموضوع قلت ولدي خبرة زينية يا ولد ما لا في ذا الأمور مرة ولا له في المخدرات تقدرون تحللونه يقول شوي مدير الشرطي قال لأبوي قال شف تبي صدق أنا أول ما شفت ولدك وشفت وجهه عرفت أن ولدك ولد مو بشبه ولكن تم القاء القبض عليه وعنده تهمة تسجلت عليه قلت لكيف طيب ألقيته القبض وش صار وش الأسلوب اللي صار يلا الله يسلمك إحنا كنا قاعدين نراقب الحوالات البنكية وحصلنا ولدك اللي تقول إنه شخص كويس ولا له دخل في الدشرة محول مبلغ خمس ألاف للشخص هذا المروج في معناه أنه يشتري منه ويبيع وقال المشكلة الخمس ألاف هذي مو كمية حق تستخدام شخصي عشان أقدر أقول لك أني راح أعطيه تعاهد ولا أسجنه كذا فترة وطلع الخمس ألاف هذي أكيد إنها كمية تجارة وأعرف إنها ما هي كمية عالية الحمد لله ولكن الله يهديه لدك ما أدري وش ترحف هذا الدر يقول غيث أول ما سمعت الكلام هذا كأنه كهرب على صدري أخوي يتاجر في الممنوعات ويبيع المخدرات ويتعامل مع المروجين يقول جت لحظة شفتوا اللحظة هذيك اللي ما عد أسمع الناس تتكلم وحسا تتكلم بصوت بطيء يقول كأني سويت لهم عزل قاعد أسمع المخي فقط أقول لا يا أخي أخوي مستحيل يطيح في الممنوعات ذي مستحيل أخوي والله عرفه زين بعدين أبوي الحمد لله بنعمة ليه يروح يتاجر في الممنوعات يقول شوي مدير الشرطة يقول لنا والله هذا لي حصل وانتبع على عيالك ولكن مسكوه والقضية هذه قال طيب أبغى قابل أولدي علي وأسأله وأتأكد منه إذا كان مذنب يا أخي سووا فيه اللي تبغوني يستاهل يجيه ولكن إذا كان مو مذنب عشان أريح ضميري وأعرف أن تربيتي تربية خير يقول قال لي الشرطة يبشر الآن أخليك تروح لولدك وتكلم يقول غيث رحت أنا وأبوي للدور اللي تحت يقول فجأة قالوا لنا مكانة هنا يقول ندخل عليه يوم شاف علي أبوي قاعد يبكي يقول قاعد يبكي بكا مو طبيعي والله يا يبه ما لي يدخل أقسم بالله إني مظلوم والله يا يبه ما لي يدخل يقول قال لا أبوي أهدأ أهدأ علي أنا بسألك سؤال واحد وأنا من الناس اللي يصدق عياله أتمنى أنك تكون معاي صريح لو كنت مذنب علمني لو كنت مو مذنب علمني عشان أنا أعرف أتصرف لا تكذب علي قل شوي علي قال والله يا يبه إني ما لي دخل وإني مظلوم ويا يبه مستحيل أني أطيح في هذا الشي لو خلاص تقبلت الدنيا في وجه يبه أنت تعرفني زين وتعرف تربيتك لي مستحيل أطيح في هذه الأشياء وأنا والله العظيم مظلوم يقول أبوي طلع وفي عينه الدمع يقول طلع من الحبس اللي تحت ورقل مدير الشرط قال يا ابن الحلال علمني السالفة كاملة قال أنا ما أقدر أعلمك لأن هذه إجراءات قانونية ولكن أنهم ألقوا القبض عليه بسبب حوالة بنكية يقول ذكر أبوي لحوالة بنكية هذه ويرجع لها قال علي بسألك سؤال أنا آخر مرة حولت حوالة بنكية بمبلغ 5000 ريال طلع قليق قل وقال لي تكفى يا علي أحسابي متوقف أبغاك تحول هذي الرجال يقول وأنا نخوت مني يتلابشر يتلعتني رقم حسابه ويعطيني رقم حسابه وحول للمبلغ يقول لأبوي يقول لي يام هابول شفت الشخص اللي حولت لهذا هذا مروج مخدرات تفهم ولا ما تفهم يقول علي وجهة تصلب من الصدمة يقول غيث برضو أنا بديت أقتنع وقل الحمد لله أن أخوي ما لف الأمور هذي ويقول غيث برضو أني أنا أعرف خوية مرزوق يقول ويطلع أبوي مرة ثانية على طول مدير الشرطة قال ما عليش حصل في لبس الموضوع اللبس الله يسلمك أنه ولدي يحول حواله موله هذي كانت الخوية مرزوق قال طيب اسمعني أبو علي أنا أعرف أخوك وأخوك رجال خير وطيب ومن الكلام ذا جب لي مرزوق خلا يعترف بهذا الشي وانا من عندي لك يقول وانا من عندي لك ما حول ورقته هذي لقسم التحقيقات يقول غيث ناظر أبوي فيني كذا قال لي غيث تعرف خوية أخوك مرزوق قد لي يتلعي قال اللي أبغى الآن الروح يقول والله ونركب السيارة والروح عند بيت خوية أخوي مرزوق لا تاك 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 يفتح الباب مرزوق يقول أول ما فتح الباب إلا يخبط أبوي كذا ويسحبه قال تمشي معي الآن قال شا السالف أبوي علي شا السالف يقول ياخذ أبوي بالغصب يفتح الباب ويدخلى ج Above السيارة يقول إم دخل جوا السيارة واركب أنا قدام وأبوي علي سال Wiandel كان يدخل الشكة بينهم يقول غيث شوي اللي مرزوق وراء يقول أنا ما لي دخل أنا ما حولت والله أنا ما حولت قال يا ابن الحلال الآن تروح قسم الشرطة وراح تعترف وكل شيء ترى يعرفونها الشرطة ويدرونك أنك أنت اللي موصي يولدي علي يقول قام مرزوق هذا يتقلب وجهه وقام ينكر وقام يكذب ويقول غيث أنا مستحيل أكذب أخوي علي علي عرفه طيب على نياته ولو جاه لو واحد في الشارع قال له حول فلوس والله نحول يقول المهم وندخل قسم الشرطة إلا أبوي ينادي العسكري تعال دخل هذا المدير الشرطة يقول صدق العسكري ما قصر هذا مرزوق ووده للدور الثاني عند المدير يقول ويدخله ويفتح الباب ويدخل غيث ويدخل أبوه ومعهم مرزوق علي سارو العسكري إلا يقول أبو علي اللي هو طبعا أبو غيث يلا اسمع هذا الشخص وجبته لك هذا الشخص اللي يقول عنه ولدي يقول شوي على طول مدير الشرطة صدم مرزوق يلا اسمع أنت كل شيء ثبت عليك وكل شيء عرفناه وأنك أنتوا استخدمت علي ولا إلى آخر طبعاً كلام المدير يبغى يضغط عليه عشان يعترفه بسرعة يقول قام مرزوق ينكر والله ما ليدخل وإني ما ليدخل في التحويلات قالوا بعدين متى قابلت ولدك علي يقول قال للشرطي قابلت علي قبل يومين لا تستحبل يا حسكري خذي السجن طبعاً هذه الحركة كلها يبغي يخوفه ومرزوق حرفياً ما في شيء تغير في وجهه صار صامل وثابت مو نفس يوم كان في السيارة قال أنا ما ليدخل وأنتوا تبغون تواهقوني وتحطوني في سين وجيم أنا ما ليدخل نهائياً يقول شوي مدير الشرطة يوم طلع مرزوق وراحوا للسجن يقول قال لأبو غيثو علي قال والله ما أقدر أسوي شيء لكم كل شيء مثبت وهذا قاعد ينكر لو اعترف كان الأمور نحلة ولكن اسمعني ولدك ما رح يطول يعني بالكثير ثلاثة شهور وهو طالع أبو غيثو علي انفجر قال يا أخي ثلاثة شهور ظلم يسجن فيها حرام حرام مرة حرام وبتسجل في سجلاته أنه كان يتعاطى ولا كان يروج قال لمدير الشرطة والله ما أقدر أسوي شيء وإن شاء الله الأمور تنحل في أسرع وقت يقول غيث أنا انغثيت يقول للمهم خذينا نفسنا وطلعنا من السجن وإحنا نازلين بنقابل في الحبس أخوي علي يقول نسمع علي قاعد يطاق مع مرزوق جوه الحبس يا كلب لعبت علي وما أدري إيش يقول وصراقهم صاير في القسم كامل يقول دخل أبوي علي وقال هد لأمور سهلاته إن شاء الله بتنحل وتصبر وإن شاء الله اللي صار هذا كل خيرة يقول غيث طلعت أنا وأبوي من قسم الشرطة حزينين لأبعد درجة كنا بنسافر ويوم فرحتي أخوي ينسجن فيه هذا الشي خلاني أتحول بشكل كبير وفي لحظة وفي وهلة في وهلة بسيطة بدأ يتغير تفكيري بشكل كبير مرة قل كنت راكب مع أبوي على الباب في السيارة ونظرت في أبوي وقلت له أخي يا إيبه والله مدير الشرطة لو قدر يحقق زيادة ممكن يثبت إن أخوي علي كويس ولكننا مدري شو فيه تكاسل في هذا الموضوع يقول نظر فينا يا أبوي وقال اسمعي غير ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والشي هذا اللي صار خيرة وإن شاء الله هذا درس يتعلم مننا علي أخوك وتتعلم مننا أنت إذا جاك أي شخص ويطلب منك إنك تتحول ما تساعدها بت يقول مسافة الشرطة لبيتنا ما يقارب 25 دقيقة ولكن مالوم الشرطي إنه ما يصدق لأن الحوالة طلعت من حساب أخوي ولكن بإذن الله إنه يوم من الأيام راح أصير من أكبر المحققين في هذا البلد آخ يا جماعة الخير القصة هذه شوي شوي عليها قصة عظيمة لأبعد درجة قصة جبارة للأخير اسمع يقول خيث طلعنا ورجعنا للبيت يقول قابلنا أمي وعلمناها السالفة وأمي شوي بكت وصارت مواقف كثيرة بينها وبين أبوي وعلمها أبوي كل شي صار يقول أنا من ذك اليوم يقول أنا في عقلي قلت لازم يكون أحد في العائلة يكون محقق يقول وأبحث عن هذا الموضوع وأبحث عن هذا الموضوع بشكل مكثب يقول لين عرفت الجامعة لألت حق فيها وبعد الجامعة هذه لازم أدخل المجال العسكري وبعدها لازم أدرس بره قلمهم البيت عندنا صار حزين لمدة أسبوعين قلت يا أخي ليه ما أروح البيت مرزوق وأترجاه أنه يعترف ويشيل هذه التهمة من أخوي عشان نقدر نسافر ونغير جو ممكن القرار هذا اللي راح أسويه راح يفرق مع عائلتي يستانسون يقول والله وأقوم اليوم الثاني الصبح على الساعة عشرة كذا الصبح يقول وأشغل السيارة حقه أخوي وأروح البيت مرزوق يقول بدون علم أمي ولا أبوي وأطق عليه الباب إلا يطلع لي يقول كان في حالة لا يرث لها بعيونه حمر وفي يده دخان وبحته شكل الدخان اللي في يده غريب مرة يقول قلت لا أسمعي مرزوق أنا بجيك من الباب هذا أنت خوي أخوي وقد رحت معاه وسافرت وطلعت وجيد وأخوي شخص عزيز عليك ترضى أن أخوي ينظلم ويعيش في جريمة ما لدخل فيها ولا سواها قال يا رجال انقل عند واخوك لا تقعد تذيني أنت واخوك أخوك داشر إيه واخوك بيع مخدرات يقول غيث قام مرزوق يتكلم على أخوي ويتهم أخوي بأشياء ما هي فيه قلت له يا مرزوق خاف الله يا مرزوق طالبك خاف الله والله ما تدري دعوة من أمي ولا دعوة من أبوي أنها توديك في ستين داهية يقول قال لي بالحرف الواحد ذا قال يا أخي في ستين داهية أنت وأمك وأبوك وعائلتك كلهم يلا ينقلع يلا ما بقلع أنت يا البزر تعلمني يلا يقول يقفل الباب في وجهي وانا في قلبي نار يقول نار وشرار ظالم أخوي ولسانه بذيء وطالع بشكل غير لائق يقول قلت ما لي إلا أروح لصراحتهم وعلم أخوي يا علي ويسوى مرزوق في علي يقول ممكن قلت أنه ممكن يضغطون على مرزوق ويخلوهم مرزوق يروح يعترف بالشي اللي سواه ووهق علي فيه يقول والله وأطلع لصراحتهم وأدخل يقول كان الوقت هذا الساعة 11 صب وحصلت اثنين قاعدين قوم أخوي يا أخوي ويعز عليهم مرة قلت لهم السلام عليكم قال عليكم السلام مرحبا على غير يا ولد وش فيك وين أخوك مختفي لنا فترة أسبوعين نكلمة ما يرد يقول كان في أحد من أخوي يا أخوي اسمه طارق يقول هذا طارق شخص متدين وكان أخوي علي يمدحه ويقول أنه راعي صلاة وما يفوت ولا فرض يقولك لا اسمعي طارق أنا عندي لك موضوع رح أقولك إياه بعلمك السالفة اللي صارت على علي من البداية للنهاية قال لي وش السالفة قل قال لي اسمع مرزوق وهق أخوي علي بحوالة بنكية وامسك أخوي على أنه يتعامل مع أحد المروجين وقاله ثلاثة شهور أو شهرين ورح يطلع يقول شوي إلا طارق ينفجر غضب يقول أنا قايل لكم من أول أطردوه أطردوه أنا ماني مرتاح المرزوق نهائيا يقولوا كنت تقولولي لا خلى أمور إن شاء الله بتزينه وبعدين دشرته على نفسه ما لنا دخل فيه قال ها شف وهق علي لي ما لدخل وهق علي الإنسان الطيب اللي يقعد معنا كل يوم قال لمشو يمشى الآن ودني البيت مرزوق أنا علمك وش أسوي فيه يقول والله ويركب طارق معي على الباب قرح البيت مرزوق يقول شوي ونحنا طالعين إلا يطلع خوينة الثانية ويركب معنا وراء يقول وأروح البيت مرزوق يقول يطقون عليه الباب قال له ويطلع مرزوق المرة الثانية يقول أول ما شاف طارق إنهبال وليمسك طارق ويخفضه ويطقه 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 ويفك الغضب اللي فيه يقول وجه مرزوق إمتى لدم قال تروح الآن الشرطة وتعترف بالشي اللي سويتها يا كلب يقول مرزوق مون راضي يعترف ولا راضي يسوي أي شيء تلمى طارق طق والشخص اللي كان معناه وراه قاعد يفق طارق يقول طارق انفك بطريقة غريبة مرة صار شرس الأبعد درجة يقول لهم الرجال هذا امتلى وجهه دم من كثر الطق اللي طقه طارق ويركب طارق السيارة ويركب هذا الشخص وراه بعد ما هدوهم وارجحهم الاستراحة وفي الطريق قاعد يقول لي طارق ما علي يا غيث صبر وإحنا أخوانك والشي اللي تبغاه إحنا موجودين خذ رقم جوال يسجل عندك يقولوا أسجل رقم طارق عندي قال أي شيء تحتاجه علمني فيه وإي شيء يحتاجه أبوك فأنا ولدكم الثاني لين ما يطلع علي وكان يقول لي عن أخوي علي قال انتبه تشك فأخوك علي أخوك علي من الناس الطيبة يرى له براعي مخدرات وله براعي خرابير يقول غيث قلت له أنا والله إني أدري أن أخوي طيب وكويس ولكن أنا مستغرب من مرزوق هذا كيف يظلم الناس ولا يخاف من هذا الشي قال ما عليه وإن شاء الله الأمور بتزين نزلنا حين استراحة وروح لبيتكم يقول صدق وان أزلهم استراحتهم وأطلع البيت وأنا متنكد من مرزوق ذا خاثني ودي أنتقم منه ودي أسوي فيه أي شيء يقول رحت لأبوي وقلت له السالب تسمع أيبه الموضوع اللي صار كذا 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 قلت له ترى طارق طق مرزوق يبقى يروح يعترف ما أعترف يالما عليهم علي خلاص انس الموضوع وإن شاء الله كل شيء بيزين وإذا أسألوك عن أخوك علي قل إنه مسافر وبيرجع قريب يقول لحد يدري أنه داخل الحبس يقول صدق واتصل على طارق وقول قلت لحد يدري أنه أخوي داخل الحبس وإلى آخره قال لي يبشر ما يصير خاطرك إلا طيب يقول من ذيك اللحظة وأنا فيني انتقام من مرزوق هذا المهم مرت الأيام وهديت شوي وصرت أفكر في تخصصي لأبغى أدرسه بره جد لحظة التقديم وأقدم عليه وأقدم على الجامعة عشان ألتحق في الجامعة وبعدها أدخل سلك حق العساكر وأكون ضابط وبعدها أروح أدرس بره يقول المهم قدم قلت إن شاء الله أنهم يقبلوني وتغير تخصصي من الهندسة إلى المجال التحقيق والبحث والتحري ويقول صرت أعتابع أفلام مخصصة في هذا المجال يقول صرت أقرأ عن هذا المجال بشكل كامل يقول مرت الأيام إلا يجيني قبول واستنست بهذا القبول بشكل غير طبيعي وروح تبشرت أمي وأبوي يقول برضو مرت الشهور أبوي للسجن ناخذ علي ها علي كيف حالك أمورك زينا كان علي مرتاح ومطمن ويقول الحمد لله ما ندري وين الخيرة فيه اللي دخلتني ذا السجن ممكن صدتني عن أشياء أكبر من كذا وممكن لو استمريت مع مرزوق ممكن يخليني أخيص في السجن عشر سنوات قال له أبوي والله أنك صادق والربي راح يعوق يقول ورجعنا لبيتنا وصرت أبشر علي قلت علي أبشر قبلاني الجامعة ظلي ما شاء الله وستأنس معاي قلت لأسمع أنا أول كنت أقول لك أبغى أصير مهندس صح لا الحين خلاص أبغى أصير محقق وأشتغل في البحث والتحري قال والله يالتخصص قوي وفالك التوفيق والله يسهل لك يقول علي طلع بإيجابية ومورة زينا وحطينا عاشها ذاك اليوم على أن علي جاي من سفر أبشركم رجع ولدنا علي ومورة زينا يقول جاو طارق واخوياه وزاروه والأمور زينا يقول كنت قاعد أحاول أهدي علي إنه ما يروح يطاق مع مرزوق ولا يسبب أي مشاكل وخلاص ويقطع علاقته فيه يقول في لحظتها إلا طارق يقول ميد علي قال ترى يقولون إن مرزوق طارد أبوهم البيت له فترة طويلة يقول سبحان الله إلا شوي ويدخل أبو مرزوق علينا في العزيمة يقول ويجو يحب على راس علي ويحب على راس أبو علي قال عذروني ولدي فشلني وتراني تبريت منها ليوم الدين تراه مطرود من بيتي لها الآن ما يقارب شهرين وبشر بالعوض يا علي يقول غيث قالوا له أبوي وعلي أبد عفى الله وعم ما سلف يقول تعشينا وخلصنا الأمور ومشوا يقول ألمهم الحادثة هذه كانت غريبة داخل بيتنا وغريبة في عائلتنا ما كانت صارت عندنا مشاكل كبيرة لذى الدرجة ومشت الأيام البسيطة يقول في ناس يقربوا لنا والسالفة هذه بين حريم يعني صارت صاروا يتكلمون على علي ويقولون تراه يقولون أن أولده ممسك مخدرات ويقولون أنه مسافر يعني سوالة في حريم يقول والسالف هذه كبرت واسمعها علي يقول قال علي لأبوه شف يبت وغاني ارتاح خلني أسافر برة وأدرس وأكمل دراستي برة ما أبغى أدرس هنا قال له أبوي أبد اللي تبيه يصير وما عليك من كلامهم هذا ترك كلام مجلس حريم ومشها يقولوا طلع علي وسافر برة يقول وأنا جت لحظة دراستي وصرت أدرس في الجامعة علي رح يدرس برة أربع سنوات وأنا رح أدرس أربع سنوات عند أهلي اللحظة اللي يخلص فيها يكون علي رجع وأنا أصير توني داخل السلك العسكري يقول والله وتمر السنوات وتمر الأيام يقول وأخلص الجامعة بمرتبة شرف وبرضو علي درس برة هندسة بترول أو بما شابه هذا الشيء يقول رجع علي وأنا توني متخرج جينا سوينا عزيمة عشان نحتفل كلنا بتخرجنا ثنيننا يقول صاروا يتكلمون في علي ويمدحون أوه صار مهندس بترول وما أدري إيش المهم يقول علي صار يجلس عند أهلي ويقدم على الوظائف اللي عنده ويحصل الوظيفة ويتوظف فيها أنا التحق بالسلك العسكري عشان أصير ضابط وإن شاء الله أنهم يحددون تخصصي وأروح في البحث والتحري يقول كنت دايما أشد حيلي أشد حيلي بشكل كبير يقول من حسن الحظ خلصت العسكرية وصرت ضابط وجاء قبل التخرج قال من يبغي يطلع ابتعاث إلى أمريكا يقول المعهد رح تدرسون في مخصصة لمكافحة المخدرات والتهريب وقالوا برضو إذا تبغون تدرسون في ألمانيا يقول فيه معهد هناك مخصص للبي برضو مكافحة المخدرات والتهريب يقول كنت لا أنا رح أطلع إلى أمريكا وأدرس فيها يقول وأطلع إلى أمريكا وأصير أدرس عندهم يقول صاروا يعلمون أن أساليب مختلفة للتهريب أشياء جديدة ما تخطر على عقل بشر يقول يا أخي غريبة وأسلوب غريب في أسلوب التهريب يقول صرت أدرس عندهم ما يقارب سنة وثمان شهور وأنا قاعد أدرس عندهم وصاروا يعلمون أن أسلوب التهريب يقول فيه ناس يهربون مخدرات بالدرون اللي هي كاميرا الطيارة وفيه ناس يهربون بطرق مختلفة كثيرة يقول خلصت ورجعت الله يسلمكم البلدي يقول صرت أشتغل مكافحة المخدرات داخل بلدي المهم صرت أشتغل في قسم مكافحة المخدرات داخل بلدي جيت بباشر أول يوم لي وتوجه لهم مباشرة أول ما دخلت سلام عليكم عليكم السلام أنت غيث قلتين عمنا غيث قال مرحبا أهلا وسهلا والحمد الله على السلامة ما شاء الله الناس قاعدة تمدحك تتكلم عنك وفالك التوفيق طبعا اللي قابل غيث هذا مين هذا أحد الأفراد اللي موجود عندهم في القسم قال اسمعي غيث اطلع الآن المدير القسم كامل وراح يوجهك على كل شيء قلت لأ أبشر وين مكتبة قال مكتبة هناك وأطلع أمشي طبعا المكان اللي قاعد أشتغل فيه مكان فخم شوي والناس اللي فيه محترمة لأبعد درجة يقول والله واخذ أغراضي وأمشي لين الرجال هذا مرحبا أهلا وسهلا معك غيث قال لي حياك الله غيث يا مرحبا ومسهلا وبرضو قال لي الحمد الله على السلامة قال غيث اسمعني أنت وديناك هناك عشان يعلمونك أسلوب التحقيق برضو أسلوب البحث والتحري وهذه الأشياء كلها أتمنى أنك اكتسبتها من هناك ها بشرني أمورك زينة وتعلمت أشياء كثيرة قلت له إيه نعم أبشر كل شيء تعلمته هناك وبرضو تخرجت من عندهم وأنا الأول على دفعتي قال ممتاز المم الرجال هذا وجه غيث على مكتبة وروح غيث على مكتبة وجلس والأمور زينة وطالبونا باجتماع يوم الأربعاء الساعة تسع الصبح يقول غيث نمت وصحيت وأموري زينة وتوجهت على طول الاجتماع دخل علينا المدير ومعاي حوالي 6 ضباط قال مرحبا حياكم الله أنا جمعتكم من كل مكان لأنه عندنا مشكلة وحيدة داخل البلدة هذه فيه شخص شغال في تهريب المخدرات لفترة طويلة يقول غيث شوي يشغلو لنا الشاشة وروني الناس اللي مسكوهم وكيف كان اسلوب القبض عليهم وعلموني التكنيكات والتكنيكات اللي يستخدمونها في مواجهة المهربين داخل البلدة يقول شوي قالنا المدير ولكن فيه شخص عجزنا نجيبه لحد الآن شخص خطير مرة والشخص هذا هو اللي يشتغل على توزيع المخدرات يقول غيث قلت له سؤال بديهي معليش منه هذا الشخص يقول شوي رد علي المدير قال لو نعرف كان ما قعدنا لحد الآن هنا كان على طول صدناه يقولوا شوي اللي معاي قعدوا يضحكون على الموقف اللي صار قالوا لي اسمع الشغل هنا أخطر مما تتوقع وتوقع هذا الشيء كله تعلمته والشخص اللي قاعد نواجهه شخص مو طبيعي الآن رح أنسخ سجل بكامل عمليات اللي صارت في الآوينة اللي فاتت ورح أوزحها عليكم وكل واحد رح ياخذ مجلد في كل الصور والأدلة اللي صارت في الآوينة اللي فاتت قلت لهم خلاص زين قالوا خلاص انتظر ساعة بإذن الله رح يكون جاهز يقول صدقوا طباحوا السجلات وضبطوا كل شيء وعطونا إياها يقول عطوني السجل هذا وصرت أقلبه وقريت بعض القضايا اللي صارت وأسلوب القبض اللي صارت بعد مرور فترة كذا أسبوع أسبوعين يناس رح يدخلون مواد ممنوعة للبلدة ورح يجبونها من دولة من بره نبغاكم تراقبونهم وتضبطونهم وتلقون القبض عليهم متلبسين قلنا خلاص زين يقولوا شوي عطونا رقم واحد متعاون معهم بره الدولة وهو اللي مبلغ عليهم أصلا يقول غيث خدت رقمه وسجلته عندي وطلعت مع خويه اللي راح أداوم معاه بشكل مستمر وهذا الشخص يا جماعة الخير اسمه سلمان يقول ركبنا السيارة وركبت معاه على الباب وطلعنا لين الحدود المخصصة للبلدة وننتظر إحداثيات تجينا عشان نشوف الشخص هذا وهو داخل يقول اتفقنا مع الحدود انهم يمشونه لا تعقدوا نموره خلوه يدخل عشان إذا دخل نمسكه داخل أرضنا يقول صدق المكاتب المخصصة بين الولايات ما قصروا معنا قالوا خلاص زين راح نخليه يدخل يقولوا دخلوا احنا الراقبة الراقبة يقول لين دخلت تريل كبيرة مرة يقول فيها ما يقارب حاويتين من الكبار هذه عرفتوها الحاويات اللي ينقلون فيها السيارات من مكان للمكان وتكون دايما على السفينة يقول فيها ثنتين يقولوا الحاويات هذه فيها فتحات من على الجنب عشان يدخل الهواء شويه جينا بلاغ يقولون ان هذه التريلة ترى بس فيها حيوانات بعد ما فتشوها المخصصين للجمارك داخل الولاية ويقولون ان ترى ما فيها شي نهائيا وتوقع البلاغ اللي جانا ما كان يقصد الكنتينر هذه أو السيارة هذه ممكن فيه سيارة ثانية رح تيجي بعدها يقول مشكلة ان ما عندنا لوحات السيارة نفسها يقول كلمت مدير وقلت له بالله عطني رقم الشخص اللي تتواصل معاه في الدولة الثانية ويرسل لي رقمه واتصل عليه السلام عليكم عليكم السلام قلنا له احنا ناس من مكافحة المخدرات وجانا بلاغ منك معلش تقدر تعطيني تفاصيل زيادة قالوا التفاصيل اللي اعرفها انها تريلة رح تمر من الساعة الفلانية هذه للساعة الفلانية هذه ولكن اسلوب التهريب والشي اللي رح يستخدمونه ما ادري عنه يقول غيث اول ما قلوه الكلمة هذه قفل واتصلت على المدير مباشرة رد علي المدير قلت له مرحبا يقول قلت له معليش هذا الموضوع انا رح اتدخل التريلة حقة الحيوانات رح نوقفها الان يقول قال لي يا ابن الحلال ما في شي حقين التفتيش نفسهم فتشوهم بالاشعة الليزرية هذه وما ادري اتوقع فيه تفتيش كده بين الجمارك يفتشون السيارة عن طريق الاشعاعات ويعرفون وشه اللي داخل السيارة يقول قلت له معليش راح نوقفهم كان لي ابد سوي لي تبغى يقول والله وارفع الجهاز ترد اللي موجودين في المنطقة وقفوا التريلة اللي راح اتجيكم بعد عشر دقائية يقول وإحنا نوقف اصلا في نقاط مختلفة يعني واحد يوقف في ثلاثين كيلو والثاني يوقف في ستين كيلو فيك يا غيث شه السالفة قلت له راح علمك الآن وشه السالفة قال يا ابن الحلال توم فتشينهم عن طريق الاشعع ما معهم شي قال لا لا فيه طريقة يسوونها راح علمك الآن يقول اول ما وقفت انزلت وانزل لهم يقول وقابل صاحب التريلة وقل لي عطني يعني بطاقاتك الخاصة فيك يعطيني بطاقاتك وعطي خوية سلمات قلت له فكلي الباب حق التريلة من وراء قال أنا توني متحدي الاشعع وما فيه شي يبني الحلال وهذه الورقة اللي تثبت ان هذه السيارة ما تحمل اي شي من المواد الممنوعة او المواد الخطيرة اللي ممكن تدخل الولاية هذه يقول قلت له يا ابن الحلال فك الباب الآن ولا ترى ان اللي راح نفتح بنفسنا يقول قام الرجال ورقع التريلة وفك البيبان يقول صدقة اول ما فتح البيبان الا صدقة فيه مواشي جوه يقول سلمان قال لي يقول ها شفت كايلك ما فيه الا حيوانات قلت لا يا ابن الحلال اصبر انت ما تدري اش يسوون يقول غيث وانسلمان قال له ادري انك تحسبهم راح يهربونها في جلود الحيوانات ولكن اجهزة الاشعع ترى تكشفهم عشان كذا انا كنت متأكد دام اجهزة الاشعع اكشفتهم في الموضوع ما فيه شي غيث الحد الان متأكد انهم مهربينها عن طريق الحيوانات يقول غيث رقينا جوا الكنتينر هذا وصرنا نبحث في جلود الحيوانات ونلمسها ونحتحسسها يقول وكانت مجموعة يقول وكانت مجموعة كثيرة من الاغنام يقول حوالي ممكن 200 راس 300 راس جاية من برة يقول المشكلة محطوطة دورين وفيه فوق حق تنفس يقول غيث نزلت كذا ونظرت تحت والجو وصل كان نهار يعني ما يحتاج كشاف او شي انوور المكان هذا كله يقول واناظر واناظر في رجولهم واناظر في رجولهم يقول ما في شي يقول صرنا نلمس جلودهم ونبحث عن اماكن خياطة ومخيطينها في الحيوانات عشان نعرف انهم هم دسينها في الجل يقول غيث برضو احنا تعلمنا هناك برة انهم يدسونها في جلود الحيوانات بعدين يدهنونها بمادة الاشعة نفسها بعض الاحيان ما تكشفها يقول المهم سلمان استغرب شوي شوي جو ضبطين من برة من اخويانه قالوا لي يا غيث وش قاعد تبحث خلاص اكشفتها اجهزة الاشعة ما في شي يقول انا لحد الان عقلي يقول لي ان في شي يقول وصير ابحث وابحث حرفيا ما حصلت شي كانظر يقول قلت لهم رقوني فوق الكنتينر يقول لان الكنتينر من فوق مفتوح واقدر اشوف الحيوانات زين يقولوا ارقى من فوق الكنتينر واناظر على تحت قل لي اجمعت الخير حصلت بعض الاغنام ما تتحرك وواقفة حرفيا ولا فيها شي وثباتها قاعد يبين ان الحيوان هذا محنق يقول قلت لهم فكولي الشبك ومعليش نزلي بعض الحيوانات قال انا ما اقدر قال اجل ادخل وجب لي الحيوان هذا الموجود هنا في احد الاغنام يا جمعة الخير واقفة وما تتحرك وحس ان الموضوع مريب يقول غيث من اول ما قلت الكلمة هذه سواق تريلا اللخم قال انا ما اقدر بطلع هذول يكلهم عشان اطلع ذي قال لا لا تقدر نزلهم وسحبها يقول صدق فكوا الشبك واخوية غيث مستغربين يقول تشبلاء غيث وش في صمل على الرجال ذا يقول يسحبون الغنمة هذه لين طلعوها برا يقول لاحظوا ان الغنمة هذه اصلا ميتة ومحنطينها ومحطوطة جوة تريل هذا بس الدور اللي فوق استغربوا اخوية غيث قالوا اكيد انجواها شي ويقوم غيث ويجيب سكينه ويقشع جلد الخروف هذا نفسه حصلوا يا جوعة الخير انهم داسين الحبوب الممنوعة بدال اماكن العظام يعني حافرين العظم من جوه ودافين الحبوب الممنوعة داخله وخاصة عظمة الساق واماكن الساق يقول قلت لاخوياي شفتوا يالا خذوه ركبوه الدورية واتصلوا على الفرقة الان تجي تصادر كل الاشياء هذه يقولوا الصدق اخوياي استغربوا يقولوا انا مستغرب ولكن ولكن ظني كان صحيح بعد ما صادروه حصلوا معاكم مية كبيرة من الممنوعات وراح لمكتبهم عشان يسلمون مديرهم الاوراق والاشياء والادلة اللي صارت يقولوا شوي اللي مديرهم يسألهم من اللي حصل لماكن الحبوب هذه فيه يقول قالوا له غيف وراح الغيف وقال له كيف عرفت قال يا اخي اذا في احد بيبلغ فاكيد انبلاغه بنسبة كبيرة راح يكون صادق ولكن الاسلوب هذا صاروا يستخدمونه بشكل شائع انهم هم يهربونه عن طريق الحيوانات بما ان الاجهزة المخصصة للاشعاع ماكشفتهم فاكيد انه مستخدمة وسيلة اخرى تضمن ان حبوبهم واغراضهم الممنوعة ما تكتشها يقولوا جاني حس وظن انه فيه بلاء يوم بحث حصلت احد الاغنام واقفة وعرفت ان الغنم هذا محنطينه وزارعين فيه المواد الممنوعة يقول المهم مدير دوامي استغرب من استنتاجاتي اللي قاعد اسويها وصار يشيد فيني داخل المكتب شفتوا غيث شفتوا غيث وصارت السالفة تمشي بينهم يا ولد غيث ما عرفت سوى يا ولد وقف ناس وطلعوا الحبوب منهم وصاروا مغبينا جو الحيوانات وكانت هذه العملية لو صارت راح تكون اكبر عملية تهريب مرت على ولايتهم لان عدد الاغنام اللي داسين فيها يحمل عدد كبير من الحبوب الممنوعة يقول غيث المهم كافأوني وانتهت هذه السالفة ولكن بيني وبينكم صرت احصل امتياز من مديري نفسه صارت تجي قضايا يسألني وتجي قضايا يقول لي وبرضو مع الايام اكتشفوا مواد ممنوعة قاعدة تمروا تدخل الدولة وفيه منها الاشياء اللي نكتشفها وفيه الاشياء اللي ما نكتشفها يقول في يوم من الايام حاصلت حادثة قتل يقول مم ارسلون لنا بلاغ قالوا في حادثة قتل صارت في الحي الفلاني هذا يقول والله ونتوجه الدوريات ونتوجه هذا الشخص الى هذا المكان يقولوا دخلنا ونبحث ونكشف وجو حقين المسح الجنائي وجو ناس كثير يقول مع التحقيقات والاشياء اللي صارت عرفنا ان هذا الشخص مقتول بسلاح ناري وبرضو كان لحظتها متعاطي للمخدرات قلتوا لهم خلاص اعطونا تسجيلات الكاميرا اللي في المنطقة سواء تسجيل كاميرات الاشارات المرورية او تسجيلات البنوك القريبة او تسجيلات السكن اذا وجدت يقول قالوا لي خلاص يوم وينو باذن الله راح نجمع لك كل الفيديوهات ونرسلها لك ورح تكون على مكتبكم يقول طبعا اذا جتني نسخة هنا تيجي نسخة لكل زملائي يقولوا صرت ابحث ابغى اعرف الشخص اللي قتله مع التسجيلات والاشياء هذه صار في احد عمال النظافة دخل للشقة هذه في وقت معين وطلع بعد هذا الوقت بعشرين دقيقة يقول بعد كذا يعني ضغط من التفكير واستشير اخوياي قالوا ما في الا هذا الشخص اللي قتله واكيد انه قتل بسبب يا مخدرات او سالفة ثانية صارت بينهم يقول عامل النظافة هذا صدق عامل نظافة يقولوا المهم اتفقنا كلنا ان عامل النظافة هذا اوه اللي قتله وكان اللي بايلنا في التصوير ظهر الشخص هذا يقول مهم رحنا نبحث عن عامل النظافة هذا داخل السكن وسألناهم من عامل النظافة اللي كان موجود هنا يقول شرحنا لهم لبسة وشرحنا لهم شكلة قالوا لنا ايه نعم في عامل نظافة ساكن في نفس هذا السكن شوفوه في الشقة اللي تحت يقول رحنا طقينا عليه الباب صدقه طلع عامل النظافة قال نعم يقول مسكناه وخدناه وركبناه الشرطة ودناه لين القسم ودخلناه غرفة التحقيقات يقول قعدنا نسأله اسئلة كثيرة يقول قال لنا يا ابن الحلال انا ما ليدخل واصلا في الوقت اللي قاعدين تتكلمون فيه انا كنت في المستشفى وكنت تعبان مرتفع حرارتي ولتشوفون شكلي رح تعرفوا اني كنت تعبان يولو خلاص زين ويطلع غيث مباشرة المستشفى ويروح يستفسر على الموضوع هذا قالوا لقينا عام جانا في الوقت الفلاني هذا وقعد عندنا ما يقارب خمس ساعات لانه مر في حالة تسمم وبعد حالة التسمم هذه صاحب ارتفاع حرارة يقول يجالس عندنا ترى فترة طويلة يا طيب عندكم تسجيلات الكاميرا قالوا ايه نعم يوررون صدق تسجيلات الكاميرا المخصصة في المستشفى والاسياب صار صدق موجودة هناك ولا له دخل يقول ولكن قلت هل من الممكن فيه شخص استغل الوقت هذا ودخل للبيت وسوى عملية القتل هذه وطلع ممكن يقول قلنا ما يدي الشخص هذا معلش يقول رحنا المكان اللي صاده فيه تسجيلات عامل البلدية ووقفناه فيه واخذنا صورة من نفس زاوية الكاميرا يوم لاحظنا صار صدق فيه اختلاف ولكن اللبس كان لبس موحد لهم فايقننا ان فيه شخص استغل وقت خروجه انه يدخل يذبح شخص ويطلع يقول قلمهم بحثنا بحثنا ما حصلنا ولا شيء نهائيا ولا شيء يوصلنا للشخص او القاتل هذا اللي دخل انقطعت فينا السبل وخلينا القضية هذه معلقة لين بعدين رجعت العملي في اليوم الثاني ابغى اشوف الاقاويل اللي تسجلت في الشخص صاحب التريلا الاقاويل هذي وش يوسامة لما يحقق معاه المحقق يسجل الكلام اللي قاله الشخص هذا وبعده يحلونه للسجل ويسجلونه وياخذ جزائه وقلت لهم وين الاقاويل اللي تسجلت على الشخص هذا ابغى راجعها قال يعني وش الفائدة تبغى منها يقول قلت لهم اكيد ان هذا مدخل كمية كبيرة من المخدرات فاكيد انه راح يوصلها المكان نبغى نعرف المكان اللي راح يوصل لها المخدرات وبرضو من الشخص اللي اتفق معاه يقولولي ابشر يقول لحظات اللي جيتني الاوراق اللي فيها الاقاويل كاملة يقول واقعد اراجع الاقاويل المكتوبة يقول الشخص اللي كلمني شخص مجهول ولي اتفق معاي برضو شخص مجهول ما اعرفه وتحت مسجل في التلميحات ان هذا الشخص في عمر 32 او 33 سنة يقول وسجلت المعلومات هذه عندي وخليتها وزيادة عليها طرى في مخي شي بسيط قلت الان هذا مهرب مخدرات وبغير يوصلها المكان ممكن المكان هذا اللي راح يوصلها له شخص تاجر وين المكان اللي اتفقوا فيه؟ قال المكان اللي اتفقنا فيه منطقة برية ما فيها اي شي يقول صديت الموضوع كامل عنه وقلت اكيد ما في اي تلميحات تدل على هذا الشي وبديت اشتغل في القضية الاخيرة اللي صارت اللي هي قضية القتل قلت يا اخي بما ان العامل تسمم فاكيد ان فيه شخص عطاه اكل مسمم وهذا الاكل هو اللي سبب لانه يروح المستشفى واستغل لحظة خروجها للمستشفى ودخلوا قتل هذا الشخص ولكن من وين جاء وكيف جاء وكيف قدر يذبح ما هندري لحد الان والمشكلة الشخص القاتل كان لابس لبس شخص حق نظافة يقول في نفس الوقت شغلت سيارتي وطلعت للعامل حق النظافة هذا قال اي نعم قلت يا اخي وش الاكل اللي كلت قبلها قال الاكل جاء صاحب العقار اللي هو صاحب العمارة يحطاني الاكل وبعض الاحيان يجيب لي اكل وبعض الاحيان ما يجيب لي يعني الشي هذا معتاد وتوقع الاكل اللي جابه الاخير كان مو كويس عشان كذا انا تعرفت للتسمم الخيث قام يفكر في عقله قال يا اخي صاحب العقار ويعطيه بشكل دائم مستحيله هو الشخص اللي سوى الجريمة اكيد فيه شخص دخل بلبس عامل البلدية شخص ثاني يقول المهم علقت هذه القضية ووقفتها شوي يقول جاء اجتماع وهذا الاجتماع اعتيادي كل شهر يمكن مرة مرتين يقول قابلني المدير وقال لنا قال اجماعة الخير ان التاجر اللي قلتلكم في بداية العمل الحد الان يمارس اعماله ولا قدرنا نكشفه نهائيا ولا ندري منه اهو وشلون يوزع المخدرات بين الاحياء وش اسلوب توزيعه ليستخدم يقول المهم طرحت عليهم فكرة قلتلكم اول شي نمسك الناس اللي يتعاطون بعدين نمسك التجار الصغار اللي فوقهم بعد التجار اللي اكبر منهم وبعدها نوصل للراس المدبر وقلت برضو في كل منطقة راح ندهمها احتاج خريطة سكنية كاملة عن الاشياء اللي موجودة هناك والطرق الموجودة قالوا لي خلاص زين يقول المهم جهزوا لي كل شي جاذك اليوم بلاغ ان في منطقة والمنطقة هذه فخمة مرة 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 فخمة والبيوت اللي فيها مرة غالية والناس اللي يسكنونها ناس اغنياء بشكل فضيء يقول المهم كان بلاغ في ذاك الحي ان في ناس تتعاطى المخدرات هناك في ذاك المنطقة نبغى نروح نلقي القبض عليهم قلنا لهم خلاص زين وصدق جهزوا لي كل الاشياء اللي تخليني استعد اروح اقبض عليهم يقول جمعت الفرقة وجمعت كل اخوياي اللي معي وقلت لهم يلا راح نطلع للمكان هذا يقول وقفنا قريب المكان كان المكان هذا عمارة سكنية كبيرة وتحتوي على شقك وكل شقة افخم من الثانية يقول كنت اقول الخوية قلت والله حرام والله حرام ذا الحي يخرب نرقى مع الدرجة شوي شوي ونرفس الباب وندخل عليهم قلنا ذلك يقولوا المكافحة المكافحة وينحاشون يقولوا نصيد من ذاك المكان ما يقارب ستة شخاص كانوا متعاطين وفي حالة يرث لها مرة يقول خذناهم وركبناهم السيارة وصاروا الناس الموجدين يفحصون المكان ويحللونها بشكل كامل ولكن انا هدفي يأخذ في الستة شخاص اللي يقبضوا عليهم لان نبغى نحقق معهم ونعرف من اللي كان يبيع لهم المخدرات يقول والله ونمسكهم ونوديهم غرفة تحقيقات وقلت ميد المدير حقي ابغى ادخل معهم غرفة تحقيقات لان عندي اسئلة ابغى اسألها كالابد انت يا غيث ادخل يقول غيث والله ودخلت عليهم ستة شخاص والستة شخاص هذولي واضح انهم يعني في عمر تسعة وعشرين ثلاثين سنة يقول قام المحقق يستجوبهم وكان يسألهم اسئلة كثيرة وانا كان هدفي الاول من الشخص اللي كان يبيع لكم يقول للمهم قلت عفوا ابغى اسألهم عدة اسئلة يقول قال للمحقق ابد خذ راحت يقول سألتهم قلت من الشخص اللي كان يبيعكم وكيف تعاملتوا معه وش الاسلوب اللي كان يوصل لكم المخدرات فيه يقول كل واحد قام يصرفه والثاني قاعد يتلاعب والثالث قاعد يكذب عليه يقول نحنا شرويناها من واحد جاء وعطانا اياها ما يبغون يقولون اي شي يقول للمهم قلب الموضوع شخصنا وادخل عليهم بغضب تسمعوا من الشخص اللي كان يبيع لكم المخدرات الان تقولون لي تسمعون ولا ما تسمعون يقول للم في واحد بينهم ارتعب وانا ابغى اوصل للنقطة هذه ان في بينهم شخص يرتعب ويفكس سبحة كاملة قال احنا والله خذنا المخدرات من شخص والشخص هذا شخص بس يوصل للمخدرات ما لدخل في اي شي واذا تبغى مكانه بعلمك واذا تبغى رقمه بعلمك اياه قلت للي يلا قل لي وام كان سكنه قال انا اعرف سكنه بنظري يعني ما اقدر احدد لكم المكان لان المكان هذا كله عماير يقول قلت لي يلهمش يقول واركبه وراه في سيارة خاصة والسيارة الخاصة هذي برضو فيها شبك وراه ومحمية من جوة يعني ما يقدر يسوي اي شي ويركب جنبي سلمان خوي يقول المهم ونمر لم البيت اللي القينا القبض عليهم كان على يدنا اليسار يقولوا ننزل عالشارع جايين من فوق ونزلين عالشارع يقول البيت اللي قبضنا عليهم كان على يد اليسار يقول وامشي سيدة 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 بعد يمكن اربعمية متر خمسمية متر قال لي هذا البيت قال هذا اللي علي يدي اليسار قال ايه نعم هذا البيت اللي على يدك اليسار يقول شفت الباب هذاك شف بيته في الدور الارضي اللي تحت علي يسار قلت له وش اسمه قال ما اعرف اسمه وقام يوصف لي شكله قال لي قصير نحيف وقال فيه جرح هنا فوق حاجبة يقول قلت له بس خلاص يعطيك العافية صرت اداوم عند ذاك البيت بسيارة سرية يقول ابغى اصيد الشخص هذا يقول وانتظر يوم يومين ثلاث ايام اللي المح شخص دخل الشقة وكانت معاه اغراف والاغراف هذي جوه كرتون ربعا انا بنفس يا غيث ما اقدر ادخل عليه واقبض عليه صعب ما معاي افراد يساعدونني وصرت انا اجي المكان هذا الحالي بدون سلمان فالموضوع خطير شوي اني ادخل واقبض عليه فقلت خلني ارسل للفرقة يقربون عندي فاي لحظة ندخل اندهمه وداخل شقة يقول والله وارفع الجهاز ترت يا اقرب دورية ويا اقرب جهاز اي واحد قريب من المنطقة هذي احتاج ما يقارب ثمان افراد يكونون مسلحين قالوا خلاص تم عشر دقائق وحنا عندك يقول والله تجي سيارات الدوريات وتوقف من بعيد وقلت لهم انزلوا على رجولكم بندخل عليه وخلوا بس سيارتين عند الباب يقول غيث طفت سيارتي ونزلت ونزلت انا واربع افراد لين عند بابه يقول وقفوا كلهم علي سار لاني انا الشخص يلابس بس قميص مااني لابس لبس مكافحة المخدرات نهائيا ولا اي زري عسكري يقول واطق عليه الباب طاق 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 الا في واحد يقول من عند الباب يقول قلت لا افتح يقول اول ما فتح الباب وادف الباب بقوة ودف وامسكه انا ما سويت شيء انا ما سويت شيء قال ما سويت شيء انا علمك الان يقول واخذوا وكلبشا وقول ميد الشباب تعالوا شيلو وادور في شقة تكيد فيها ناس كثير ما فيه ولا احد ولا بنا امه ولا شخص داخل الشقة قلت أبغى أشوف الكرتون اللي يدخلها وين راح وين وداه وين اختفى يقول صرت أبحث أبحث ما لقيت ولا أثر للكرتون شي غريب مرة كيف ما أحصل ولا أثر وأنا كنت شايفة بعيني يقول شوية أقول ميت الضباطة اللي معي والأفراد قلت يا أخي أنا شايف كرتون أبحثوا عنه ألمهم ما حصلوا ولا شي يقول ألمهم سألت أنتو شسمن يقول شوية قال اسمي رداد قلت له اسمعي رداد وين الكرتون اللي دخلتها معاك البيت قال ما معاي كرتون والله ما ليدخل وما أدري إيش قال أصلا ما معاي كرتون ويش كرتونه قال يا ابن الحلال أنا شايف داخل ذا المكان ومعاك كرتون وينه لا تجنني يقول قام ينكر ويقول أنا ما ليدخل وما معاي كرتون وانت قاعد تتوحم يقول مشكلة القبض هذا ما يثبت أنه وصدق المهرب لازم يكون معاه كمية عشان نضبطها والكرتون اللي دخل ولا حصل فيه شي ما رح نستفيد نهائيا يقول ألمهم الأدلة اللي فيه إنه فيه جرح فوق وإنه فيه العلامات اللي قالنا إياها الشخص الأول يقول وخطة وديتها لقسم التحقيقات يقول غرفة التحقيقات هذي فيها أجزازة من برة اللي برة يشوفون واللي جوه ما يشوف يقول رح تناديت للشخص اللي كان يوصف لي إياه وقلت له هل هذا هو الشخص اللي تقصده قال لي أيوه هذا هو هذا الشخص اللي يبيعنا المخدرات قلت له طيب يعني شالطريقة وشلون يوصل لك المخدرات وشلوسلوب قال هذا يجي لين عند بيتنا ويدخلنا المخدرات ويطلع قال بس متأكد قال ليه متأكد يقوله المهم خليته يروح وأدخل أنا الله يسلمكم للغرف وحقة التحقيقات قلت ما يدلي معي معليش يطلعوا أبغى الرجال هذا بكلام اطلعوا أنا اللي راح أمارس معاه عملية التحقيق كامل قل طبعا كلهم من بره يشوفونه فيه صوت يسمعونه وأنا قاعد أحقق معاه قلت اسمع الموضوع ما بغى يطول أنت شخص مذرم من النهاية وصدنا عليك أشياء كثيرة تثبت أنك أنت مذرم وأنك أنت مارس نشاط بيع المخدرات وهذا النشاط ما منوع داخل دولتنا ولكن اسمعني يا رداد أنا أعرف أنك قاعد تقاوم الآن ولكن صديقني شفت كل الأخويات اللي معاك واللي يبيعون المخدرات يوم من الأيام راح أخليهم كلهم يدخلون للسجن وانت معهم من الآن اعترف خلني أخفف عليك الحكم وساعدك في هذا الشي يقول برضو ضغط عليه بكلام قاسي مرة مرة ما ينقال ولكن كل الأشياء هذه اللي أسويها عشان يعترف وهو من وين يجيب المخدرات وكيف يبيعها والكرتون اللي معاه كيف اختفوه داخل البيت يقول قلت له شف قدامك ساعة يا تعترف يا أطلق صراحك ووريك شي ما قد شفته وأوعدك أنك لو اعترفت راح أخفف عليك حكمك أنك أنت عملت معنا يقول غيث عطيتها ساعة يفكر فيها وياخذ راحتها وصار الرجالة شوفه من بره قاعد يهوجس وده يعترف وده ما يعترف وشوفه يحرك يده وقاعد يستشير نفسه واجد قلمهم بعد مرور 30-40 دقيقة قال أنا بعترف لكم ولكن ترى والله ما أعرف كل التفاصيل الشخص اللي يوزع المخدرات لنا والهو الرأس الكبير مرة الشخص يشتغل بنفسه ترى شخص يوصل المخدرات وهو لابس لبس عامل النظافة يقول أول ما قال شخص يوصل المخدرات وهو لابس لبس عامل النظافة تذكرت الشخص اللي مات قبل لتأكيد له يد في الموضوع قالوا لهم أنا أتعامل معاه بشكل مباشر ولكن ترى ما يثق فيني ولا يثق في أي شخص في الحياة شخص يشتغل الحالة ويمارس شغلة هذا الحالة بتسألني منه والله ما أعرف كيف شكله بالضبط ما أعرف لأسلوب اللي يسويه ما أعرف قال لغير طيب واش تراك أنه يلبس لبس عامل النظافة قال في يوم من الأيام لمحته قال يحط الأغراض داخل الشقق ويدخل كأنه عامل نظافة ويحط الأغراض ويطلع يقولوا بعدها بعشرين دقيقة يقول أغراضك في المكان الفلاني هذا وبعض الأحيان يحط الأغراض في السطح وبعض الأحيان يحط الأغراض في مكان عند البيت يقول قلمهم الشخص هذا مرة متخفي لأبعد درجة فعشان كذا قلتلكم أن يقد لمحته لابس لبس عامل نظافة يقول قمت وسجلت الأدلة هذه وخليتها معاي وعرف أن الشخص اللي يقتل أول قتل بسبب الشخص هذا اللي هو أكبر تاجر مخدرات موجود في البلدة قتله زين الله يعطيك العافية وبإذن الله أنا راح نخفف الحكم عليك يقول طلعت من هناك ورجعت المكتب وصرت أستشير أخوياي الضباط وأقول لهم ياخي شو نسوي يقول قلت لهم الشخص اللي قتل هو نفس الشخص أكبر تاجر مخدرات عندنا في البلدة ولازم نطرحه يقول قعدنا نفكر تفكيرات كثيرة عشان نقدر ونوصل لهذا الشخص بالضبط ونحاول يمين ونحاول يسار واستمرت الأيام واستمرت الشهور والشخص هذا قاعد يمارس نشاطه يقول غيث خلال الأربع شهور هذه اللي مرت استمرت بيعة المخدرات داخل أحياء الفخمة يقول صارت بشكل كبير يقول والتجار هذول يطلعوا من الأماكن اللي ساكنين فيها بسبب أنهم أذوهم ذول الناس اللي يتاجرون في المخدرات يعني صاروا أهل الحي يكرهون ذيك المنطقة مرة يقول فترة من الفترات اتصل علينا شخص قال السلام عليكم عليكم السلام أنا عندي بلاغ ودي أبلغ قالوله بلاغ عن إيش قال لم فيه شخص يبيع مخدرات عندنا قالوله كيف عرفت قال عرفت الله يسلمك كان فيه كرتون عند زبالة حق بيتنا يقول يوم فتحت الكرتون قل له حصلت فيه مواد مخدرة يقول وتركته على حالة وطلعت وصرت أراقبة مع الشباك يقول له فيه شخص من داخل العمارة جاء وخذ هذا الكرتون ودخل يقول قلت لغيث حددنا الشقة وحددنا المكان وحددنا كل شيء وانتبه تعلم أحد أنك شفت هذا الشيء قال خلاص أبد تم وقال لغيث برضو اسمعني ما عليش تقدر تعطينا شقتك المدة أسبوعين قال أبد شقتي سمعا وطاعة لكم اللي تبغونا سووه قلنا له خلاص نبغى ناخد شقتك والراقب الشخص اللي يحط المخدرات عند زبالة هذا ويمشي قالب شروط يقول غيث صدق جهزت كل المعدات قلت له منزرعوا لي كاميرات في ذاكي المكان وسجلوا كل الأحداث اللي تصير هناك تحت العمارة يقول صدق جو وزرعوها طريقة سرية يقول وقفت أنا عند العمارة هذه وسكنت في الشقة حقة الشخص هذا صرت أراقب التحركات داخل العمارة وأشوف من يروح من يجي يقول بعد مرور 8 أيام 9 أيام يقول جاء عامل النظافة اللي يحط الكرتون عند زبالة ويمشي يقول بأحيانا يحط يمين زبالة يصار زبالة بأحيانا يحطها تحت الدرج يقول لهم في ذاكي اليوم صدت توا حاط الكرتون عند زبالة يقول أول ما جاء بيحط الكرتون يقول وأفتح باب الشقة وأطلع يقول الشقة فيها درج وقدامي وينحاش ويبعد عني ما يقارب 60 متر يقول سريع مرة يقول رمى العصيان ذي حقة عامل النظافة وينحاش يقول وأركض وراه يقول وأنا كنت شخص يعني متعافي شوي يقول وأركض وراه وأركض وراه وأركض وراه يقول جاءت لفة كذا ضيقة يمين يقول ويلفي مين بسرعة وأنا أبعد عنه ما يقارب يعني 30 متر 40 متر يقول يوم لفي مين وبعد كذا 40 متر لفهتي مين وراه يقول لا ناظر الطريق فاضي ما في أحد يقول وهذا صيب ضيق بين عمارتين وفي الأخير مقفل يعني مستحيل وفيه جدار ارتفاعه ما يقارب 2 متر ونص 3 متر يا ولد يعني مستحيل أن يرقى كيف طالع من هنا يقول وأقرب وأبحث أبحث ما في أحد نهائيا ما في أحد يقول مهم أدخل سلاحي وأرجع كني طبيعي يقول وأنا راجع وأشوف هذا الكرتون واكشفه لهو صدق فيه مواد ممنوعة يقول وأخذ الكرتون هذا وحوله مع أحد أخيائي عشان يصادرونه ويتلفوا المواد الممنوعة هذه كلها المهم الشخص هذا صار بالنسبة لي داهية مرة ما عرفت كيف أتعامل معاه وما عرفت وش أسوي معاه وما أدري كيف أقبض عليه والحد الآن أنا مستغرب شلون قدر يهرب من ذيك المنطقة المهم طلعت من ذاك المكان ورحت لدوام وأنا أقول هذا وش وضعه وشلون اختفه اسلوبه كان غريب مرة وكأنه صدق ما هو إنسان كأنه حرفيا شخص من الجان المهم طلعت من دوامي ورجعت للبيت سلمت على أبوي وأموي أهلا وسهلا كيف حالك آه كيف الشغل وكيف العمل يتلهم أبشركم من الأمور كلها زينة قال طيب حنا حابين مبشرك علي أخوك رح يتزود وإحنا خطبنا له من فترة ولكن ما قلنا لك بسبب إنك كنت مشغول مع عملك ولكن حاب أقول لك إن زواج أخوك رح يكون بعد أسبوعين من الآن حددناه اليوم واخترنا القاعة واخترنا كل شيء يقول غيث أنست أنست على زواج أخوي علي والله يوفقه ويسهل أموره المهم رحت العملي واستأذنت من مدير دوامي أني راح أخذ إجازة ثلاث أيام بسبب زواج علي أخوي بأخذ الثلاث أيام هذه قبل الزواج عشان أقدر أجهز مع أخوي أمور زواجه قال لي خلاص أبد ما عندك مشكلة وأطلع من الدوام وأروح للبنك وأسحب من البنك مبلغ عشان أعطيه هدية لأخوي علي وحطه جوى ظرف وحطه في جيبي وأروح للبيت وأعطيه علي وعلي يستانس بهذا الظرف أشياء راح تساعده في أمور زواجه المهم مر اليوم لأول يوم الثاني اليوم الثالث جت لحظة زواج علي المهم جو الضيوف وجو الناس عندنا صاروا يسلمون ويبركون العلي أخوي يقول غيث خلص الزواج على الساعة 11 يقول أنا طلعت من البيت بركب سيارتي بروح عند أخويها سولف معهم يقول أنا كاب معاي سيارة كده مرتفعة شوي يقول جيت افتحت السيارة وركبت جوه السيارة وقفلت الباب يقول إلا أشوف في شيء على المساحة حقة السيارة عرفتوها المساحة دي حقة المطار يقول أشوف عليها زي الورقة يقول نزلت من السيارة مرة ثانية واناظر في الورقة ومحطوط على نفس الورقة هذه رصاصة رشاش يقول هنا انتابني الخوف بشكل كبير يقول وكانت الورقة مصفوطة أخدت كيسة من السيارة وشلت الرصاصة وحطيتها جوه الكيسة عشان أوديها الحقين الأدلة يمسحون لي عليها وافتح الورقة وأقرأ فيها إلا هي رسالة تهديد من أكبر مهرب موجود في المنطقة وكان موجز الرسالة مكتوب لو ما تترك ملاحقتي هذه وتصيدك لي بشكل كبير والله لخليك تفقد أمك وابوك وخرب عليك احتفال أخوك علي في زواجها يقول غيث أنا انتابني الخوف صرت متوتر شوي تلمت خويه في الدوام وقلت لأ وينك قلت لي أنا موجود قلت لي يلا الحين جايل وأمر خويه وأقول للسالفة بالكامل قلت لي اهو وش درها أن أخوك اسم علي قلت لأنا المشكلة مو على اسمها وش درها في مكان القصر وش عرفها أصم بسيارتي حكيد هذا عندك كل المعلومات اللي تخصني قلت لي والله غريب يلخل نودي الرصاصة هذه نسوي لها مسحة ونعرف من لي حط الرصاصة هنا وديناها القسم المختبرات عشان يكشفونها عملية المسح للرصاصة ترى ما تأخذ ولا عشر دقاي يحطون البودرة والأمور حق المسح ويشوفون البصمات اللي موجودة عليها بعدين يستنسخونها قل مهم وديناها عندهم وانتظرنا ما يقارب عشر دقايق إلى ربع ساعة ننتظر نتيجة الفحص اللي رح تطلع يقول فجأة قالنا قسم التقارير الرصاصة ما تحتوي على أي بصمات موجود عليها واضح الشخص اللي شال الرصاصة شخص حذر ولكن اللي تبيل لنا ان فيه خدوش بسيطة على الرصاصة وهذا دليل انه شالها بنفس المشبك أول ملقاف عرف غيث ان هذا المهرب شخص حذر مرة لأبعد درجة بدأ يخاف ويتوتر كلم مديرة ورئيسة في الدوام وقال له سالفة كاملة للي صارت قال له رئيسة خلاص أول ما تطلع من هنا رح أتصل عليك ورح أقول لك كلام لا يسمعها أحد بس أنا وانت قلت لها بشر يقول والله وأطلع من الدوام اللي لو يتصل علي رئيسي شوال يرن وطيط هلا والله والله اللي صار لك شي مؤسب حرفيا ولكن وش تبغى تسوي قال أنا ودي أساعدك بدون علم أي أحد لأني الصدق صرت أشك بالناس اللي موجودين عندي أنت قلنا يعرف بيتك ويعرف مكانك ويعرف كل شي عنك وش عرفه بسيارة وزيادة على كذا رسالتها قاعدة تبين أنه يعرف أهلك زين هل تعرف شخص يعاديك من قبل المهم قلت لأسمعي طويل العمر أنا عندي خطة أبغى سوية وحسها رح تنجح وبإذن الله بعد توفيق ربي إن ربي رح يكتب لي النجاح قال لي أبد اللي تبيه أنا معك قلت له عشان نتجنب كل شي ونشوف هل صدق ممكن فيه شخص قاعد يخوننا من جوا ويعلم بكل شي أو لا قلت له أنا رح أعلن انتقالي من قسم مكافحة المخدرات إلى قسم ثاني بر المنطقة شوي المدير استغرب قال لي ليه قلت له في هذا الوقت اللي رح أعلن فيه الخبر هذا أصلاً مو صحيح أنا رح أتبع خطة رح أكشف فيها المهرب هذا وبإذن الله خلال ثلاثين يوم هذه إذا ما جبته فش نبيه هذا ما هو على رجال قال لمدير أبد سوي لي تبغى يقول غيف والله وأروح لبيتنا وأتصل بقسم عندنا مسؤولين عن التنكر سلام عليكم عليكم السلام أهلاً وسهلاً معكم الضابط غيث من مكافحة المخدرات أنا جايكم بمهمة سرية قال ليه أهلاً غيث قال أبغاكم تضبطول لي لبس مخصص للتنكر يغير جنسيتي وشكلي وأسلوبي كامل وأبغا أصير عامل بلدية أو عامل نظافة عشان أقدر أتحرك بين الشوارع بكل أريحية قلونا ابشر بكرة تعال لنا وروح نخلص لك الأمور هذه كاملة يقول غيث وأروح لهم وغيره ملامح وجهي بالكامل حتى بشرة يغيره لونها يقول عدله كل شي لي وعطوني لبس متنكر فيه لبس مخصص لعامل النظافة وبرضو يا جمعة الخير غيث يقول أنا استأجرت لي مكان باسم الوالد في منطقها قريبة من المنطقة الفخمة هذه اللي فيها الناس يتاجرون بالمخدرات كلمت والدي وعلمت بكل شي أنا أحتاجه وقلت ليه يهمك الفلوس عندي قال أبدا تسوي لي تبغى وأنا معاك يا غير يقول والله وأطلع وأستأجر لي مكان على الشارع نفسه اللي فيه العماير خلني أصف لكم المكان هذا وكيف العماير اللي موجوده فيه شارع يمتد ما يقارب ممكن ثلاثة كيلو بعدين يفصل الرصيف بعده يمتد حوالي ثمانية كيلو بعده يفصل الرصيف وعلى هذه الحالة وأغلبها عماير فخمة وخلفها فلل ومناطق سكنية ولكن الامتداد النقطة الأولى من بداية الشارع لين الحي السادس اللي على نفس الشارع يمكن امتدادها يوصل إلى خمسة وعشرين ثلاثين كيلو متخيلين كده طريق صيدة ويمينك وسارك كله عماير ثلاثة كيلو تقطع بعد الرصيف بعد اللي يسألك مثلا خمسة كيلو وبعد الرصيف الامتداد كامل هذا يجي من خمسة وعشرين لثلاثين كيلو رقزوا لي في هذه النقطة زين ها ألمهم يقول غيره سكنت في سكن قريب عند العماير هذا عشان أراقب من لي رايح في ذا الشارع ولي جاي يقول أنا أمشي في هذا الشارع أراقب المكان كامل أصلا ومجرد أني قاعد أمشي يقولوا المهم سكنت في هذه الغرفة الصغيرة اللي مقاسها ممكن أربعة في خمسة وعلقت الأوراق اللي راح أسجل فيها الملاحظات وخروج الناس وتحركهم وبرضو حطيت كاميرات مراقبة تصور الشارع وخليت الشاشة كلها موجودة عندي داخل الغرفة وخليها تسجل وأطلع أنا برا العمارة أصير أنظف الأماكن ونظف العماير وأبحث بشكل مستمر يقول كنت أطلع من الساعة ثمانية الصبح لين الساعة 12 الظهر أراقب المكان والتحركات والناس اللي تيجي وأسجل الأحصائيات اللي سجلتها داخل الورقة اللي داخل الشقة يقول المهم استمريت على فترتين أراقب الصبح وأراقب في الليل يقول في الليل عمل الليل كعامل نظافة أصير شغال عند بيبان العماير لأن هذا عملهم يبدأ آخر الليل يصرون نظمون العمارة يغسلون الدرج يغسلون السطح وعلى هذه الحالة يقول كانت الجهة اللي موجودة عندي مفرت لي كل شيء حتى التصاريح والناس اللي موجودة هناك يكلمونهم عشان يسهلوا لي الأمور في المهم صرت أشتغل ليل نهار ليل نهار على هذه الحالة حرفية لمدة سبعين وثلاثة سابيع ما حصلت ولا أي شيء يقول أنا أكلم مديري حق الدوام يقول لي إيه نعم قبضنا على ناس يتعاطون يعني لحد الآن فيه بياعة صايرة والناس لحد الآن قاعدة تتعاطى وصرت برضو وأنا قاعد هناك صرت أراقب عمال النظافة إذا يدخلون البيوت أو يطلعون وحاول أحفظ وجوههم وحاول أتقرب منهم ولكن كنت حذر مرة أن أحد يكشفني يقولوا المهم صرت متنكر بينهم ولا أحد قدر يوصلي نهائيا ولكن يا جماعة الخير في ذاك الحي الحد الآن الناس تتعاطى وتبيع وشلون؟ الموضوع غريب أنا راقب الشارع ما شوف أحد يتحرك بس ناس تطلع عند الباب وتدخل وأرجع لكاميرات المراقبة وراقب أكثر وحاول أدقق أكثر بشكل كبير ما أنا قاعد أحصل شيء يقول ذاك اليوم على الساعة ممكن 11 صباحا يقول وأمشي تعرفون البلعة اللي موجودة في الأرض هذه حق المجاري هذه اللي تاخذ جماعة الخير وصخ البيت اللي يكرمكم والأمور اللي داخل البيت هذه كلها وتطلحها على المجاري اللي بره يقول وأنا قاعد أمشي البلعة هذه تطلع هوا حار شوي وهذه طبيعة أي بلعة يقول ولكن صرت أدقق فيها يقول وحصل فيها نفس العبوات البلاستيكية قاعد تمشي في ذا الممر والشمس ساطعة فيها يعني أشوفها بالضب وأنا أمشي كذا إلا صدق وحاول كل بين ممكن 50-40 متر فيه بلاعة يقول وناظر إلا صدق أشوف البلاستيكة هذه الزرقة المغطية قاعدة تمشي كانها رايحة لنهاية الشارع يا ولد العماير اللي هنا مستحيل إنها تصرف نفس الأشياء هذه مستحيل إنها تطلع من هنا الموضوع فيه شيء والشيء هذا فيه ريبة وش موضوع العلب الزرقة هذه اللي قاعدة تمر مع المجاري يقول صرت أتصيد المكان وأبغى أعرف من وين بدت هذه العلبة الزرقة من وين طلعت يقول كلمت مديري في الدوام وقلت لا أسمع أبغى تخطيط كامل للمجاري المخصصة للحي قال لي ليه وش السالفة وصرت أشرح للموضوع كامل قال لي ابشر الآن أكلم لك القسم المخصص لمسالك المجاري داخل الحي وخليه يرسلك إياها يقول صدق قعدت أبو ساعتين ثلاث ساعات إلا يرسلوا لي خطة المنافذ الصحية والمجاري تحت الأرض وصير أبحث عن الموضوع أكثر وأكثر أبغى أعرف من وين بدت النقطة يقول حددت النقاط وعرفت العماير اللي تطلع منها العبوات هذه واحترت بين عمارتين موجودة وطبعا شغلي هذا سري ما أقدر أقول لأحد لازم أنا أعرف بالضبط من الشخص اللي يدف العبوات هذه وخليها تمشي في المجاري وش الأشياء اللي جواها ممكن ما في جواها شيء ممكن يصرفها كده داخل المجاري وتوصل في الأخير وتطلع يقول للمهم كلمت المختصين في التنكر وقلتوا لهم أبغاكم تجبوه اللي يزي وشكل شخص مخصص للمجاري الصحية قالوا لي يبشر يقول واروع عندهم ويجهزوني تجهيز كامل كأني موظف حق صرف صحي وعطوني سيارة مخصصة أصلا للموظف صرف الصحي يقول وأطلع عند البيت الأول وكلمت الأمل اللي تحت قلنا إحنا من حقين الصرف الصحي نبغى بس الراقب النظافة حقة الصرف الصحي كان يبشر ويدخلني المكان يقول أول ما دخلني المكان كان موجود عند باب الشقة الأرضية قال لي هنا الغرفة هذه ولكن صاحب العقار تبر الغرفة هذه كان فيه مشكلة في صرف الصحي ولكن ما أدري والشي يقولوا المهم افتحت الباب ودخلت الغرفة حقة صرف الصحي صرت أشم ريحة الله يكرمكم مرة مخيسة يقول لأ حتى إنه مصمم ومكبر الفتحة حقة الصرف الصحي عشان يقدر يدخل فيها العلب الزرقة قلت ولكن ممكن هذا الشخص بس يدف النفايات هذه يتخلص منها خلني أراقب العلب الزرقة اللي تطلع من هنا وين توصل كنت ميد حارس الأمن خلاص يعطيك ألف عافية وأطلع من عنده جماعة الخير وأنتظر الساعة 11 تمر العبوات الزرقة هذه وصرت أراقبها بعيني واكتشفت إنها توصل للعمارة الأخيرة بعدها تختفي من فتحة الصرف الصحي برضو جماعة الخير دخلت عليهم كأني موظف صرف صحي ودخلت أشوف فتحة المجاري المحطوطة داخل البيت ولاحظت يا جماعة الخير إنها مكبرة قال لي حارس الأمن نعم قلت لأنه مصرف الصحي وأدخل وفتح الباب المم وأسحب الباب وأدخل يقول فيه درج كده صغير يقول لاحظت يا جماعة الخير إن الموية قاعدة تصب بقوة موية الصرف الصحي قاعدة تصب قدامه يشوفه تمر بسرعة ولكن يا جماعة الخير اللي لاحظتها إن كان فيه شبك عازل والشبك العازل هذا ماسك العبوات الزرقة اللي جاية من بداية الشارع يقول المهم وأسحب على طول السياج اللي وتجيك العلبة الزرقة الأولى وأمسكها أول مفتحة يا جماعة الخير إلا فيها أخطر الحبوب الممنوعة اللي قاعدة تتروج في هذا الحي يقول أنا سكت وقفلت الموضوع ورجعت الشبك وقفلت الباب ما أقدر أسوي شيء الآن وسألت حارس الأمن قلت لصاحب العمارة هذا مين كان لي صاحب العمارة هذا رقمه وعطاني رقمه ولكن لا تتصل عليه إلا في فترة أربع المسائن أو خمس مسائن يتلل ليه قالنا ما يرد نهائيا إلا في ذيك الفترة وأطلع للعمارة الأولى وأسأله عن نفس صاحب العمارة والصدمة يا جماعة الخير صار صاحب العمارة الأولى والأخيرة كلهم نفس الشخص يوم سألت عن اسمه بشكل مكثف وصار هذا الشخص نفسه صاحب أغلب العقارات الموجودة هنا وروحتي يا جماعة الخير أستفسر عن العمارة اللي صارت فيها جريمة القتل القديمة وصدق يرب يوم أستفسر صار صاحب العمارة أهو نفسه يقول هنا أيقنت صاحب العقار أهو نفسه أكبر مروج إحنا قاعدين اللاحقة يقول كلمت العمل حقي وقلت أبغى أي شخص يتواصل مع الشخص هذا لأنه يعرفني زين فأكيد أنا رح يعرف صوتي واتصلت أحد البنات اللي تعمل معنا في المجال هذا وقالوا نعم عندي عقار ومدري إيش قالت خلاص أبغى أجي أشوف العقار وراحت هذه البنت تقابله وكنت قايل لهذه البنت سجلي كل التفاصيل الموجودة اللي تشوفينها قالت خلاص أبشر يقول غيث الصد هذه البنت ذكية مرة ذكية ما شاء الله ما تنسى ولا شي وقلت جت وسجلت لي التفاصيل كيف شكله أسلوبة من أهو كل شيء ولكن الاسم ما عطاها اسمه قال له أنا اسمي أبو سجاد قالت له خلاص ونعم يا أبو سجاد وطلعت من عنده المهم بعد ما جمع التفاصيل هذا الآن عرف غيث أن أبو سجاد هذا هو أكبر مروج موجود في المنطقة ولكن ينتابني شعور أقول ممكن الشخص هذا ملعوب عليه واحد مستأجر الغرف اللي تحت ويستخدمها في التمرير حق المخدرات المهم جتني التفاصيل اللي مسجلتها البنت هذه وصرت أقرأ التفاصيل بعدها تأكدت مية بالمية إنه هو المروج الحقيقي والسبب إن التفاصيل اللي قاعد تقولها نفس تفاصيل الشخص اللي صورتها قبل الكاميرا يوم كان يحط الأغراب عند الزبالة وينحاش بلبس عامل النظافة ويختفي بعدين تذكرت صدق المكان ذاك وين راح خلني أروح أشوفها ممكن فيه فتحة مجاري تنزل على تحت دخل معها واختفى يقول خيث وذاك اليوم في آخر الليل على الساعة ثلاثة يقول واروح للمكان ذاك وأمشي إلا صدقة جماعة الخير حصلت فتحة المجاري هذه تمفتح بأسلوب سريع مو بالفتحات المعقدة هذه اللي تمفر وكانت الحديدة اللي عليها خفيفة رفعها ودخل فيها وناظر إلا جماعة الخير أحصل سلم على تحت وأقدر أنزل وراق بالمكان هذا كامل أنا الآن سجلت كل التفاصيل اللي تخصه الحيجة المرحلة اللي أكلم رئيس قسمي وأقوله بكل شيء عشان نجهز ناس يداهمونهم وسجلت الأوقات والأشياء اللي تطلع فيها تمرير المخدرات هذه ولكن اكتشفت أشياء كثيرة كانت مبهمة بالنسبة لي اختفاء المفاجئ اللي صار في منطقة مقفلة من كل الجهات عرفت الآن وي سببه المهم جال اليوم اللي نداهم فيه ونقبض على الشخص هذا اللي اسمه أبو سجاد ادخلت الحكومة مع المكان هذا السري الضيق تحت وحصلوا عمال برضو في نفس فتحات المجاري هذه الضيقة في يوم سألنا عن المكان هذه وفتحة المجاري هذه من أسسها صار برضو مؤسسها صاحب العمارة ومخلي الغرفة لتحت كبيرة مرة ويشتغلون فيها بشغلات الترويج يقولهم هم قبضنا على العمال باقي الآن القبض على أبو سجاد يقولهم هم اللي يمر جيب مرسيدس كذا من قدامنا وجاب يوقف عند العمارة يقول فجأة إلا شافني وينحاش أول ما نحاش عرفت إن هذا وهو المهرب أبو سجاد صاحب العقار يقول وأركب السيارة وأرفع بلاغ قلت راقبولي السيارة هذه وين تروح وين تيجي يقولهمهم وألحق وراه وأطرد وراه ويطلع لي على طريق عام ويمسك الطريق هذا بعده وصلنا على منطقة برية هذه اللي تنزل من الزفلت وتسمع صوت هربدت السيارة كذا دوب 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 يقول لين دخل في الطراب وصار يمشي على الطراب وأنا زين الموتري كان مرتفع شوية يقول وأطرد وراه وأطرد وراه وأطرد وراه يقولهمهم صار ياخذ بيميني سار ويرقى ذرادميات وينزل يقول مو طبيعي والموتر حقه فيه حيل يقولهمهم قلت ما لي إلا ألحقه وأشوف نهايتها وارفع بلاغ للجهات حقتنا وقلت لهم أني ترى قاعد ألاحقه في المنطقة الفلانية هذه وأرسلت لهم الإحداثيات قلتوا أنا الآن في منطقة ترى برية كاملة وأتوقع أنه راح يهرب ويطلع على الحدود قالوا لي خلك وراه وتابعه ولكن لا تسوي شيء وانتبه يا غيث تصيبه بضرر ممكننا مو الشخص اللي نبغاه ولكننا خاف وارتبك ونحاش قلت لهم خلاص زين وصرت ألاحقه ألاحقه يجمعة الخير فجأة كل الجيب هذا يوقف قدامي وأنا أضرب فرامل ووقف وينزل يجمعة الخير ومعاه مسدس أول ما شفت معاه مسدس أنا طبيعي راح أسحب مسدسي بحاول أصوب عليه عشان أعطل ولكن أحتاج أمر أني أنا أقدر أطلق عليه وأضره وأرفع بلاغ تقرب جهاز أقرب جهاز ووصلوني القسم أنا أحتاج أمر بإطلاق النار الآن الشخص اللي قد نامي شخص مسلح قالوا لي غيث أصبر الرجال هذا نبغاه ونبغى نستجوبه نبغى نعرف أشياء كثيرة عنه لا تطلق النار حاول تتحشاه قيت يا رجال الرجال هذا قاعد يطلق علي النار الآن قالوا لي حاول تلاحقه وتتحشاه لأنه يجيك عشر دقائق إحنا عندك يقولوا لمهم استمرهوف طلق النار يقولوا أنا مدنق تحت كده عند السيارة مدنق عند الدركسون يقولوا أسحب السلاح حقي وأطلع مع الشباك وطراخ طراخ 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 يقولوا لمهم وهو يعشق مرضاني ويطلع علي طب ويقولوا تبادلنا أطلاق النار بشكل مكثب يقولوا قلت لهم وينكم تأخرتوا بسرعة الرجال لو استمر شوي يمكن يذبحني يقولوا الممغيث طوله وأنا رجال أبغى أجيب ذا الرجال الرجال هذا يهدد عائلتي ويهددني أنا بشكل مكثب يقولوا أسحب الرشاش المعلق عندي هنا يقولوا أسحبه وأطله وأركب فيه المشت يقولوا عشقه يقولوا أول ما عشقته وطلعه مع الشباك من تحت يقول إلا تسمع صوت الطلق طاق 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 في البديو حقه قلت أنا أبغى بس أفدع كفره هذا لو تمادى وراعي مخدرات ممكن في أي وقت يقتلني يقولوا ياتبادل اطلاق النار لين انفجر كفر حقه بوبوف ويقول والله سيارتها قوية يعني مع الطلق هذا ولا رصاصة قاعدة تخترق يقول فجأة إلا الرجال هذا يشغل سيارتها اللي مفقوع كفرها ويمشي فيها وأنا لحد الآن ثابت مكاني يقولت وين بيبعد ما راح يبعد أبد يقول وعشق سيارتي وأمشي وراها شوي شوي لأنه صرت متخوف منه وشخص بايعها ولحق وراه ولحق وراه وهو قاعد يمشي يعني على مهلة يمشي مية مية وعشرة في البر يقول لألمهم فجأة اللي تقطع سيارة من قدامنا ويقط سيارتها ويركب مع الشخص هذا وينحاش يقول لألمهم يوم ركب مع الشخص هذا إلا أشوف سيارة جاية مسرعة والسيارة واضح إنها من السيارات المدرعة اللي صدامها حديد ويعني مدر على الأبعد درجة يقول ما أشوف إلا أخبرتها يقول إلا وراها الدوريات جاي من بعيد يقول أنا هنا جتني قشعري راح يا ولد شعر جسني وقف قلت أخيرا راح نطرح يقول إلا ذاك توام عشق بنحاش يقول إلا خوية يصفق السيارة من على جنب وتنقلب سيارتها وهو خوية اللي بنحاش معاه يقول غيث وأخي السلاحي وأدنق وأمشي عندهم وأقرب وأقرب عندهم يقول الآن أنا قدام القزازة الكبيرة حق السيارة السيارة من قلبه وأخوياي مطوقين المكان يقول ولي جوا من سدحين واحد أتوقع أنغم عليه والثاني لحد الآن صاحي ولكن وجههم مليانة دم إلا يقول ما يتخويه لي ما عطتوني إطلاق بالنار قال لي يا ابن الحلال عطيناك ولكن أنت ما سمعتنا قلنا لك خلاص مارس إطلاق النار ذا هم أطلقوا عليك ولكن أتوقع لإرسال قطع يقول المهم أجيب حديدة واطقها في القزازة أنا صار هو نفسه صاحب العقار اللي اسمه أبو سجاد يقول وجهه مليان دم ما عرفت منه بالضبط منه يقول صاروا يمسحون وجهي يمسحون وجهي يوم دققت في وجهي جماعة الخير صار المهرب الكبير هذا وهو مرزوق اللي سجن أخوي علي كيف تطور في الحال وصل لمرحلة تهريب مخدرات مرة كبيرة يقول واتذكرت كلام أخوي علي يوم كان يقول الحمد لله أني نسجنت ثلاثة شهور والموضوع هذا خير يقول ما تدري لو استمرت مع مرزوق هذا يمكن الآن أخيس في السجن يقول هنا يقنت كلام علي أخوي صح والقدر اللي اختار ربي الأخوي علي صح وفي محلة يقول للمهم خذوا مرزوق هذا وودوا المستشفي على الجونة عشان ندخل غرفة التحقيقات وصرنا نحقق معاه بالأمور اللي قاعد يسويها دي واعترف اعتراف خطير مرة وثبت كل شي على نفسه وكانت أحد اعترافاته يقول أنا كنت أسوي كذا في الأحياء الفخمة عشان تنزل قيمة الأحياء هذه وأشتري البيوت هذه بمبلغ رخيص قلت لي يا سبحان الله تبغى تدمر أمة البلد عشان مصالحك الشخصية حسبنا الله ونعم الوكيد هنا جمعة الخير انتهت قصة خير القصة اللي أتمنى أني توفقت في روايتها لكم وله هنا وصلنا نهاية مقطع اليوم واشوفكم في مالله جمعة الخير السلام عليكم اشتركوا في القناة